التي صنعت لحظ التنحي مبارك بدأ ضربها وتفتتت بفضل مجموعة مش كل مجموعة من الذين اطلق عليهم الصور ده رقم واحد رقم اتنين حصل بقى ما هو انك وارد يا مدام عزة في كل المظاهرات ان يحصل حريق ان يتحرق محل لانه كذا كذا لكن ما حدث في يناير وما بعدها عملية منهجية لتدمير المؤسسات المصرية وليس بفعل الحرائق العشوائية ولا غيره يعني مثلا انا رحت زرت حطام مبنى ما كان يسمى مبنى الحزب الوطن ايو انا شفت الخرصانة اللي فوق ايو مقسومة نين هذا معناه ان في قوة تفجير عالية استعملة صحيح دي لا تتحر المتظاهرين شكله من صعب اوي ايو يعني انا دخلت وشفت طيب هذا المبنى كان فيه ايه بقى كان فيه المجالس القومية المتخصصة نعم يعني عصارة شغل علماء مصر منذ 74 لغاية 2010 اي اتنين كان فيه اهم مكتبة صحفية في العالم العربي مكتبة المجلس الاعلى للصحافة مم كل هذه المنشآت والمؤسسات بحت وحرقت بالكامل فانت بتكلمي على عملية منظمة لإحراق هجة زاكرة الأمة طيب اه الاعتداء ده كان من ضمن أغراض تدمير المؤسسات يناير كويس وحنا هنا فصلين ده اللي حصل طيب كيف تم استخدام يناير صورة يناير اه اقتحام السجون اللي في الصحراء ايه وليس عمليات إجرامية فلنسمي الأشياء بمسميتها عملية غزو خارجي لمصر غزو غزو لأن اللي حصل زي اللي حصل في العداء يوم سقوط صدام حسين نهب المتحف العراقي نهب البنك المركز العراقي ايوه كل ده طيب يتم هدم المؤسسات ثم بعد كده بعد تنحي مبارك محاولة هدم وزارة الدفاع ايو يعني بعد الدخلية نعم هذا القوات المسلحة ثم محاولة هدم دار القضاء العالي طبعا احنا بنتكلم المؤسسات فلما يبقى دولة مم لا أمن ولا دفاع ولا عدل يبقى ما فيش دولة مم وبالتالي احنا كنا ماشيين في عملية تخريب المؤسسات ده الهدم المباشر مم الهدم غير المباشر هو وانا نفسي أفهم كيف نشأت هذه الظاهرة المطالب الفئوية ايو هي بقى هدم المؤسسات من داخله ان كل مؤسسة يطلع مطالب الفئوية مش مرتبطة دائما بالثورات المطالب الفئوية هي لهدم الثورات آه عايزة تهديم الثورة خلاص طلع المطالب الفئوية عشان كده افقدها من لما بعد في ثورة 19 لما معلمين الأزهر صاروا راحوا يقابلوا سعد زغلول واحنا مرتبتنا ضعيفة اتهم بشكل مباشر الديوان الملك انه بيخرب انه هو اللي وراء هؤلاء المتظاهرين وقال لهم هذه ليست دي مطالب موظفين مطالب مستوزفين وليست مطالب ثورة ايه وبالتالي الفرق بقى هنا مطالب الثورة ومطالب الموظفين احنا نفتكر اه بعد خروج الملك فاروق ايه عمال كفر الدوار نعم بعد 52 نعم المطالب الفئوية تكون لهدم الثورات اذا فيه ثورة عايزة تفشلها وبالتالي طيب كانت المطالب الفئوية كلها بتنحصر في حاجة واحدة ازاحة كل القيادات صف اول وصف تاني يعني توقع المؤسسات اثنين ان المرتبات تضرب في اثنين وثلاثة حاصل ان يعين اي عدد وصل الامر ان كان فيه مطلب ان الجامعات المصرية ان الكنترولات ما تمسكت هاش الاسدزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة